مشاهدين الكرام اهلا وارحبا بكم في حلقة جديدة من صحافة حول العالم نبدأ أولى محطاتها من صحيفة الانديبندنت البريطانية اسرائيل تقصف مستودعا للأسلحة غربي سوريا شنت اسرائيل ضربات جوية على مستودعا للأسلحة في غربي سوريا مما أدى إلى مقتل اثنين من المقاتلين الموالين لإيران وجرح ثلاثة عسكريين سوريين بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان قال مدير المرصد المتمركز في بريطانيا ويدير شبكة واسعة من المصادر في سوريا رامي عبد الرحمن أن القصف الإسرائيلي استهدف مستودعا للأسلحة تابعا لمجموعات موالية في إيران في منطقة جبلية متداخلة بين محافظتي طرطوس وحمى وضف عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية القصف أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين موالين لطهران وإصابة ثلاثة عسكريين سوريين بجروح وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباسانة أن إسرائيل شنت ضربات صاروخية على نقاط بريفي حما وطرطوس اليوم الأحد أوضحت الوكالة أن القصف جرى من اتجاه لبنان مستهدفا بعض النقاط بريفي طرطوس وحمى ولم يذكر التقرير مزيدا من التفاصيل ولم يحدد الإعلام الرسمي طبيعة المواقع المستهدفة لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن المناطق المستهدفة تتضمن مواقع لمجموعات موالية لطهران ومركزا للبحوث العلمية وردا على سؤال عن معلومات حول هجمات إسرائيل على غربي سوريا قال أبو تحدث الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية لا نعلق على تقارير واردة من وسائل الإعلام الأجنبية اشتركوا في القناة